في حلقتنا الماضية قلت لكم من أن سؤالاً وردني من أحد فضلاء حوزة النجف هو لا يرغب بذكر اسمه السؤال يرتبط بمشكلة في النطق عند النبي موسى الذين يحاولون أن يرقعوا لعجولهم وأصنامهم في أجوائنا الدينية الشيعية حيث يعانون من العي في النطق والكلام والعي في النطق والكلام مشكلته داخلية في تكوين الإنسان وليس لعارض فسلجي لعارض مرضي لحدث من الأحداث طرأ على الإنسان على لسانه أو على شفتيه مثلاً لما للشفتين من مدخلية في تنظيم الألفاظ والأصوات والكلمات حينما تصدر من الإنسان على أي حال هم يبحثون عن أي شيء حتى لو كانوا ينتقصون من الأنبياء أو ينتقصون من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم يحاولون أن يجدوا عذراً لعدم فصاحة مراجعهم لعدم فصاحة عجولهم وأصنامهم التي يعبدونها فيقولون لماذا تشكلون على المراجع أو كما يقول أتباع أحمد إسماعيل لماذا تشكلون على أحمد إسماعيل الذي يدعي أنه اليماني زوراً ودجلاً وكذباً وافتراء لماذا تشكلون عليه عيه لماذا تشكلون عليه في أنه لا يقرأ القرآن بشكل صحيح إلى غير ذلك من الكلام فإن موسى نبي من أولي العزم وهو كليم الله كان يعاني من مشكلة في نطقه وكلامه هذا الكلام ليس صحيحاً بالمطلق كما سأبين لكم وهذا الحديث يكشف عن جهلهم وعن جهل مراجعهم الذين يعلمونهم الدفاع بهذه الطريقة الجاهلة والضالة والبائسة وفي الوقت نفسه بالنسبة لأتباع اليمان هو الذي يعلمهم أن يدافع عنه بهذه الطريقة وستتضح الأمور من أن موسى لا يعاني من مشكلة في لسانه ستتضح الأمور شيئاً فشيئاً حينما أقول من أن موسى النبي لا يعاني من مشكلة في لسانه أيام نبوته لا أتحدث عن أيامه التي سبقت نبوته هذه الحكاية تعود بنا إلى أيام طفولته حينما نشأ في بيت فرعاوي أقرأ عليكم ما جاء في تفسير القم إنها رواية طويلة نقلها لنا محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول إمامنا الباقر إنني أقرأ عليكم من صفحة أربعمية وخمسة وتسعين من تفسير القم إنها طبعة الأعلم بيروت لبنان وكان فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل كلما يلدون ويربي ويربي موسى ويكرمه لأنه كان خائفا من مولود سيولد في بني إسرائيل نهايته ستكون على يدي وكان فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل كلما يلدون ويربي موسى ويكرمه ولا يعلم أن هلاكه على يده فلما درج موسى لما كبر ونشأ وترعرع أيام طفولته في أيام صغره فلما درج موسى كان يوما عند فرعون فعطس موسى فقال الحمد لله رب العالمين موسى عطس وقال هكذا بعد أن عطس فقال الحمد لله رب العالمين فأنكر فرعون عليه باعتبار أن هذا يخالف ما كان يدعو إليه فرعون فهو الإله وهو الرب فأنكر فرعون عليه ولطمه لطم موسى وقال ما هذا الذي تقول فماذا فعل موسى كان صغيرا فوثب موسى على لحيته على لحية فرعون وكان طويل اللحية فهلبها في العديد من الكتب تنقل الرواية فهب لها فهب لها ليس لها من معنى في هذا السياق فهلبها يعني نتفها نتفها بقوة موسى نتف لحية فرعون بقوة نتف شعرها جاء الكثير من شعرها بيده بيد موسى فعطس موسى فقال الحمد لله رب العالمين فأنكر فرعون عليه ولطمه وقال ما هذا الذي تقول فوثب موسى على لحيته على لحية فرعون وكان طويل اللحية فهلبها أي قلعها فآلمه ألما شديدا بلطمته إياه موسى تألم من اللطمة الشديدة التي لطمه إياها فرعون فآلمه ألما شديدا بلطمته إياه فهم فرعون بقتله فقالت امرأته امرأة فرعون آسية هذا غلام حدث لا يدري ما يقول فقال فرعون بل يدري لأن فرعون يعلم أن موسى إسرائيلي لما فتحوا التابوت فتحوا الصندوق فقال هذا طفل إسرائيلي من مواصفاته من مواصفاته الجسدية فرعون من الأقباط الأقباط لهم مواصفات جسدية ما هكذا كل قوم لهم أوصافهم الجسدية لهم ملامحهم لهم شمائلهم ففرعون كان يعلم من أن موسى كان إسرائيليا وأراد أن يقتله في بادئ الأمر ولكن بعد ذلك فرعون أحب موسى على أي حال حكاية موسى فيها تفصيل كثير فهم فرعون بقتله فقالت امرأته هذا غلام حدث لا يدري ما يقول فقال فرعون بل يدري فقالت امرأته ضع بين يديه تمرا وجمرا ضع بين يديه تمرا وجمرا فإن ميز بينهما فهو الذي تقول حين إذن إذا أردت أن تقتله ففعل ما تريد فوضع بين يديه تمرا وجمرا وقال له كل فمد يده إلى التمر موسى فجاء جبرايل فصرفها إلى الجمر فأخذ الجمر في فيه وضع الجمرة في داخل فمه فاحترق لسانه وصاح وبكى فقالت آسية لفرعون ألم أقل لك إنه لا يعقل فعفى عنه فتلك الجمرة أثرت في لسان موسى هذا عارض يعني أن موسى في الأصل كامل الخلقة وأن موسى في الأصل كان قادرا على النطق بشكل كامل من دون ناقص هذه قضية عارضة لو أنه نشأ في بيت أبيه وليس في بيت فرعون لما حدث هذا والذي تدخل جبرايل جبرايل هو الذي دفع يد موسى إلى الجمر فأخذ الجمرة وألقاها في فمه فاحترق لسانه فسبب ذلك له عارضا في النطق فحينما يتكلم في بعض الأحيان لا يكون كلامه واضحا هذه مشكلة موسى النبي هذا هو أصلها يعني أن النبي لم يكن من الأساس في أصل خلقته لم يكن قادرا على النطق الصحيح وإنما هو عارض عرض وهذا العارض بأمر من الله فجبرايل لا يفعل شيئا من عنده وإنما هو بأمر من الله لحماية موسى لألا يقتله فرعون هذا العارض زال بعد ذلك من أول لحظة من لحظات تبليغه زال هذا العارض أعتقد أن الصورة صارت واضحة سنذهب إلى آيات الكتاب الكريم ولكن بعد الفاصل عن سعدن بن عبد الله الأشعري القموي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى سؤال سعدن الأشعري عن معنى اخلع نعليك قلت إنه سعدن الأشعري قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عم من سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع عليك أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سوايا مغسولة في الكتاب الكريم تحدثت الآيات عن هذا الموضوع في ثلاثة مواضع الموضع الأول في سورة الزخرف في الآيتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين بعد البسملة ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين في منطقه مهين ولا يكاد يبين ولا يكاد يبين ولا يكاد يبين في منطقه موسى لم يكن بهذا الوصف الذي يصفه فرعون كان يعاني من مشكلة في النطق إلى حد ما لكن الطغاة هذا هو شأنهم يبحثون عن أي عيب يضخمونه وباعتبار أن موسى نشأ في قصره فموسى لما أحرقت الجمرة لسانه كان يعاني من صعوبة في الكلام في صغره لكنه حينما كبر خف ذلك الأثار بقيت بعض آثاره إلا أن فرعون لا يجد عيبا في موسى إلا هذا لو وجد عيبا غيره لذكره أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين المهين هو الضعيف هو 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 الذليل هو الحقير هو المهان وإنما وصفه بهذا الوصف لأنه إسرائيلي والإسرائيلي كانوا كانوا مهانين عند الفراعنة كانوا عبيدا وخدما رجالهم ونساؤهم كانوا في حال خدمة للأقباط للفراعنة فوصفه بأنه مهين ولا يكاد يبين لا يكاد يبين في منطقه لا يكاد يبين في كلامه وحديثه في سورة القصص وفي الآية الرابعة والثلاثين بعد البسملة وأخي هارون الكلام كلام موسى النبي وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردء فأرسله معي ردء يصدقني إني أخاف أن يكذبون فأرسله معي ردء معينا مساعدا مدافعا مؤيدا هذا هو الردء الردء هو المساعد المؤيد المعاون المدافع وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون موسى وصف هارون بأنه أفصح منه لسانا هذا يعني أن موسى كان فصيحا لو لم يكن فصيحا لقال موسى وأخي هارون فصيح فأرسله معي ردءا يصدقني إلى آخر الآية الكريمة باعتبار أنه ليس فصيحا إذا كان موسى ليس فصيحا لابد أن يقول هكذا وأخي هارون فصيح اللسان فأرسله معي ردءا يصدقني لكن موسى هكذا قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا يعني أنني فصيح أن موسى فصيح وهذا هو الذي قلته لكم من أن مشكلة النطق عند موسى كانت في الصغري ولهذا يعيره فرعون بها لأنه لا يجد عيبا في موسى موسى آثار تلك المشكلة بقيت عند موسى ومن هنا فإن موسى يفضل هارون أخاه على نفسه في هذه الجهة وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أفصح صغة تفضيل فإن موسى يفضل هارون هنا على نفسه في هذه الجهة لابد أن تعرف من أن الفصاحة فصاحتان فصاحة اللسان وفصاحة المعنى فصاحة المضمون ولي يكون الإنسان فصيح اللسان ما لم يكن فصيح المضمون فصاحة اللسان هي انعكاس لفصاحة المضمون سأحدثكم عن هذا موسى هنا يتحدث عن فصاحة اللسان وإلا فإن موسى في المضمون أفصح من هارون لأن موسى هو النبي المرسل المبلغ للرسالة وهارون كان ردءا مع موسى مثل ما قالت الآية موسى أفصح من هارون في المضمون فما يرد إلى هارون من علم من خلال موسى لا أتحدث عن تعليم كسبي إن إنما أتحدث عن تعليم فيضي فيض العلم يصل إلى هارون عبر موسى فهارون وصي موسى موسى أفصح مضمونا من هارون ولكن بسبب العارض الذي عرض عليه في صغره فإن هارون أفصح لسانا هناك مشكلة في لسان موسى هذا الموضوع لا بد أن يفهم بشكل دقيق لأجل أن نعرف منازل الأنبياء أولا ولأجل أن نعرف أهمية الفصاحة عند الأنبياء والأوصياء ولأجل أن نكتشف غباء مراجع الشيعة وغباء هذا الذي يقال له اليماني أحمد إسماعيل وأمثال هؤلاء إذا كان إماما لابد أن يعرف أسرار القرآن فأسرار القرآن هي هذه دعونا دعونا نستمر فيما تحدث القرآن عن هذا الموضوع وأخي هارون هو أفصح مني لسان فأرسله معي رد أن يصدق ني فهارون يأتي في المنزلة بعد موسى موسى أفصح من هارون مضمونا وهارون أفصح من موسى نطقا وكلاما وتلفظا بسبب العارض الذي عرض على موسى وليس في أصل خلقته وليس في أصل تكوينه المرض الخبيث الذي عرض على أيوب النبي هل ينقصه هذا مرض عارض يزول كذلك هذا العارض الذي عرض على موسى عارض سيزول وقد زال عنه القرآن يحدث نا هذا ما هو بافتراط ولا هي برواية يستطيعون أن يشكك فيها إذا ذهبنا إلى سورة طاها في الآيات من الرابعة والعشرين بعد البسملة إلى الآية السادسة والثلاث بعد البسملة قطعا الله يقول لموسى اذهب إلى فرعون إنه طخ فماذا قال موسى هذا الكلام قبل بداية التبليغ اذهب إلى فرعون إنه طغ يعني أن موسى إلى هذه اللحظة لم يبدأ تبليغه قال رب اشرح لي صدري هذا أولا ويسر لي أمري هذا ثانيا وحلل عقدة من من لساني هذه هي المشكلة التي بسببها وصف موسى أخاه هارون من أنه أفصح منه لسانا وحلل وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا هذه قائمة من طلبات موسى النبي تشكل مقدمات لبرنامجه التبليغي الله قال له اذهب إلى فرعون إنه طغ فماذا طلب موسى قال رب شرح لي صدري أولا ويسر لي أمري ثانيا وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثالثا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي رابعا ثم تأتي التفريعات على ذلك اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فماذا قال له سبحانه وتعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أوتيت سؤلك يا موسى يعني أنني شرحت لك صدرك ويسرت لك أمرك وأن عقدة لسانك قد حلت ومن أنهم سيفقهون قولك فأنت الأفصح يا موسى وجعلت لك هارون وزيرا قائمة الطلبات قد استجيبت ولبيت وأعطي موسى ما أراد قبل أن يبدأ التبليغ فليس هناك من مشكلة في لسانه تلك مشكلة عارضة كانت شديدة أيام صغره وبقيت آثارها أيام كبره ولكنه كان فصيحا فعينما تحدث عن أخيه هارون وصفه بأنه أفصح منه لسانا ما قال من أن هارون فصيح يعني أن موسى ليس فصيحا موسى كان فصيحا كان قادرا على البيان لكن لا بمستوى أن يكون نبيا مرسلا من أولي العزم وأن يكون كليم الله وأن يقف في مواجهة ذلك الفرعون العاتي الطهغي في مواجهة تلك القوة الشامخة الهائلة فهو يحتاج إلى فصاحة وإلى بيان ساطع وشديد وقوي فمن هنا قدم قائمة طلباته هذه وقد نفذت له في الحال قال قد أوتيت سؤلك يا موسى فمثلما جعل الله هارون وزيرا لموسى فإن الله قد أزال تلك العقدة تلك المشكلة من لسانه وصهار موسى أفصح من هارون تلفظا كلاما ومضمونة في الشكل وفي المضمون فهارون يأتي من بعده في المنزلة هذا قرآن واضح أنا لا أحرف هؤلاء الأغبياء ماذا يفقهون من القرآن وماذا يعرفون عن سيرة الأنبياء أتحدث عن المراجع وأتباعهم وأتحدث عن اليماني وأتباعه وأمثال هؤلاء ما هو القرآن صريح وواضح قال قد أتيت سؤلك يا موسى فزال ذلك العارض من لسانه فحينما بدأ تبليغه بدأ تبليغه وهو في أعلى درجات الفصاحة بالقياس إلى زمانه بالقياس إلى الأمة التي كان يبلغها كان هو الأفصح فهو النبي المرسل من أولي العزم لا بد أن يكون موصوفا بهذا الوصف وإلا فإن خللا واضحا سيكون في حجيته وفي رسالته هذه القضية بديهية وواضحة أعتقد أن الآيات شرحت لنا المضمون صريحا وواضحا نذهب إلى فاصل عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلف فقلت وما استدارة الفلك فقال اختلاف الشيعة بينه وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون يطلبون المخرج منها فلا يجدون ويكون ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف ويكون 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 قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة حين قلت قبل قليل من أن الفصاحة فصاحتان فصاحة اللسان وفصاحة المضمون ولن فكاك فيما بينهما فالإنسان لن يكون فصيح اللسان ما لم يكن فصيح المضمون جعل اللسان على الفؤاد دليلا اللسان يحكس ما في باطن الإنسان لسان الإنسان ظاهره وهذا الظاهر إنعكاس عن باطنه ومن هنا فإن الفصاحة تؤسس في داخل الإنسان قبل أن تخرج إلى الخارج في ألفاظه وكلامه الكلام الفصيح الصادر عن المتحدث الفصيح يكشف عن فصاحة مضمون ذلك المتحدث الفصاحة مجموعة خصال مجموعة أشياء الفصيح لا بد أن يكون مالكا لخزانة لغوية وفيرة وإلا كيف يكون فصيحا ما لم يمتلك خزانة لغوية وافرة وهذه لا تأتي من دون سبب الخزانة الخزانة اللغوية الوافرة تحتاج إلى تعلم وتعليم تحتاج إلى حفظ ووعي لهذه الألفاظ ومعرفة معانيها الخزانة الخزانة اللغوية الوافرة التي تعين الفصيح في كلامه لن تأتي جزافا فلابد من وجود خزانة لغوية وافرة إذا كان المتحدث يكرر نفس الكلمات ونفس الألفاظ فما هو بفصيح هو بحاجة إلى الكثير من الألفاظ المترادفة وإلى الكثير من الألفاظ المتضادة وإلى الكثير من الألفاظ القوية الدلالة وإلى الكثير من الألفاظ الضعيفة الدلالة وإلى تنوع موضوعات تلك الألفاظ يحتاج إلى الألفاظ التي تدل على الفرح مثلا وإلى الألفاظ التي تدل على الحزن مثلا وهكذا فهو بحاجة إلى خزانة لغوية وافرة هذا أولا وبحاجة إلى استقامة في لسانه استقامة اللسان تحتاج إلى ثلاثة أنواع من الاستقامة استقامة اللغة وهو أن يلفظ الكلمات بحسب هيئتها اللغوية الصحيحة فالكلمات لها هيئات اللغوية الحرف الأول يكون عليه الفتحة والحرف الثاني تكون تحته الكسرة وهكذا فرحة كما أقول هناك فتحة على الفاء هناك كسرة تحت الراء وهناك فتحة على الحاء فرحة لا أن أقرأها فروحة لا بد من استقامة لغوية قطعا نحن لا نمتلك الاستقامة الكاملة الاستقامة الكاملة عند المعصوم فقط لكنني أتحدث عن أن الفصيحة يكون مستقيم اللسان في أغلب ما ينطق به وإلا فإن الأخطاء والإشتباهات وأتحدث عن النقائص البشرية الجميع يتعرضون لها كبار فصحاء العربي منذ الجاهلية وعبر الإسلام وإلى يومنا هذا يلحنون ويخطئون ويقعون في الكثير من العثرات هذه قضية بشرية اعتيادية لكننا لا نستطيع أن نصف متحدثا بالفصاحة ونحن لا نجد في ألفاظه صحيحا إلا القليل الفصيح أكثر ألفاظه أكثر كلامه يكون صحيحا تكون عنده أخطاء عثرات اشتباهات هذا شيء طبيعي جدا المعصوم فقط هو الذي لا نجد عثرات ولا نجد أخطاء في كلامه إذن أول شيء في الفصاحة أن يمتلك الفصيح خزانة لغوية وافرة وثانيا أن يمتلك استقامة لسان إنها استقامة لغوية يكون لسانه مستقيما في لفظ الهيئات اللغوية واستقامة نحوية أن يعرف مواطن الكلمات الكلمات إعرابا لا أن يرفع المجرور مثلا أو أن يجر المرفوع قد يلحن في بعض الأحيان جميعنا نلحن إنني ألحن وأنا أعرف المواطن الإعرابية لغفلة لسهو لا أكون ملتفتا هذه قضية طبيعية عند الجميع لا يستثنى منها أحد لكن لا أن يلحن في كل ما يتحدث به في الليلة الماضية كنت أقلب الإنترنت أتصفح الإنترنت على أحد الفضائيات كان هناك برنامج في ليلة البارحة كان البرنامج جديدا قد رفع على اليوتيوب بعد ساعتين من بث البرنامج الذي يقدم البرنامج كان يقرأ آيات في المصحف لو أنه أخطأ في كلمة في كلمتين هذا الأمر طبيعي وطبيعي جدا كلنا نخطئ في قراءة الآيات في قراءة الروايات في قراءة النصوص نخطئ في كلامنا نخطئ ونكرر الخطأ ولو أننا التفتنا لما كررنا الخطأ لكن طبيعة البشرية هي هذه الذي الذي ينجو من ذلك فقط الحجة ابن الحسن العسكري وهذا هو أحد الأسباب وهي أسباب كثيرة لا تعد ولا تحصى هذا أحد الأسباب التي تجعلنا في حاجة لإمام زماننا على طول الخط على طول الخط وأسباب حاجتنا لإمامنا لا تعد ولا تحصى هذا سبب صغير من جملة أسباب حاجتنا له صلوات الله عليه فكان هذا الذي يقدم البرنامج يقرأ آيتين من الكتاب الكريم صدقوني أخطأ في كل الكلمات أخطأ في كل الكلمات وبعد ذلك بدأ يفسر الآيتين فأخطأ في كل ما ذكره من تفسير كنت أنصت له هل يفسر القرآن وفقا للمنهج العمري وفقا للغة فما وجدته كذلك هل يفسر القرآن وفقا للمنهج العلوي بما ورد من أحاديث في تفسير قرآنه فما وجدت شيئا من ذلك إنه يفسر القرآن من عند نفسه مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية من جيب الصفحة يجيب ويطلع من جيب الصفحة لا هو وفقا للغة ولا هو وفقا لأحاديث العترة الطاهرة فهل هذا فصيح هذه ما هي بفصاحة أن يكون كل شيء خطأ أن يكون كل شيء لا يمت إلى الصواب بصلة مطلقا هناك استقامة لغوية في لفظ الهيئات بشكل صحيح هناك استقامة نحوية في وضع الحركات الإعرابية على الكلمات بحسب مواضعها الصحيحة أتحدث عن التشكيل النحوي عن آخر الكلمات وهناك استقامة صوتية استقامة إلقائية فنحن لا بد أن نقطع النصوص من الآيات من الروايات من الأدعية من الزيارات بل من مطلق النصوص الأدبية أكانت دينية أم لم تكن نحن بحاجة إلى تقطيعها وفقا لمعرفة مواقعها الإعرابية ووفقا لمعرفة معانيها اللغوية لأننا حينما نقطع الكلام تقطيعا صحيحا فإننا نساعد المتلقي على فهم كلامنا وتلك هي الفصاحة في النطق وفي الإلقاء إذن هناك استقامة اللسان والتي تعني الاستقامة اللغوية في لفظ الهيئات والاستقامة النحوية في التشكيل الإعرابي والاستقامة الصوتية الإلقائية في تقطيع النصوص بحيث نلحق الفاعل بفعله ونلصق به المفعول كي تكون الجملة واضحة أن يكون هناك ترابط بين المسند والمسند إليه أن يكون هناك اتصال بين المضاف والمضاف إليه وهكذا المسألة الثالثة خزانة لغوية وافرة استقامة في اللسان لغوية نحوية صوتية المسألة المسألة الثالثة أن يكون الفصيح عارفا بأساليب التعبير أن يميز بين الحقيقة والمجاز بين الاستعارة والكناية بين التشبيه ومراتب الوصف إلى غير ذلك أن يكون عارفا بأساليب التعبير وإلا كيف سيحدث الناس إن لم يكن عارفا بأساليب التعبير فأي فصيح هذا لا يعرف أساليب التعبير وأساليب التعبير تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى ممارسة عملية على نحو الكتابة وعلى نحو الحديث والكلام فهناك أساليب الكتابة وهناك أساليب الخطابة ويحتاج الفصيح إلى أن يكون حاضر البديهة أن يكون قادرا على التعبير بنحو موجز في المواطن والمواقف التي يحتاج فيها إلى تعبير موجز وأن يكون قادرا على الإسهاب والتطويل والشرح في المواطن التي يحتاج فيها إلى ذلك وهذا ما يسمى بحضور البديهة أن يكون حاضر البديهة فأن يكون له مقال في كل مقام فلكل مقام مقال هذا هو حضور البديهة هذه الصفة صفة أساسية في الفصيح وهذه لن تكون ظاهرة إنما هي جزء من مضمونه إنما هي جزء من تكوينه الفصيح الفصيح لا بد أن يكون مرتب الأفكار أن تكون أفكاره مرتبة وإلا كيف سيكون كلامه مرتبة الفصيح لا يكون فوضويا في الكلام فلا يقدم المتأخر ولا يؤخر المتقدم لا بد أن يضع كل معنى في موضعه المناسب وأن يستعمل الألفاظ التي تناسب المعنى المتقدمة والألفاظ التي تناسب المعنى المتأخرة وإلا لا يكون فصيحا هذا يستلزم أن تكون أفكاره مرتبة منتظمة حتى يكون كلامه منتظما ومرتبا فاللسان يتحدث عن المضمون هذا هو الذي قصدته من أن موسى كان أفصح في المضمون من هارون حتى حينما كان يعاني من عقدة في لسانه إنما هارون كان أفصح من موسى في الشكل في الألفاظ وبعد ذلك زالت المشكلة من موسى فصار موسى الأفصح شكلا ومضمونا لسانا ومكنونا موسى فلابد أن تكون الأفكار مرتبة في مضمون الفصيح حتى يكون كلامه مرتبا ولا لابد أن تكون معلوماته منوعة حتى يكون فصيحا إذا كان يتحدث عن معلومات بعينها وكلما تحدث تحدث عن المعلومات نفسها لا يقال لهذا المتحدث من أنه فصيح الفصيح لا بد أن تكون معلوماته منوعة فحينما يتحدث يتحدث عن موضوعات مختلفة ويستعمل تعابير مختلفة ويضاف إلى كل ذلك الجرأة الأدبية الجرأة الأدبية هي أساس الفصاحة الجرأة الأدبية هي فرع من فروع الشجاعة إنك لن تجد فصيحا جبانا الفصاحة قرينة الشجاعة يمكنك أن تجد شجاعا لكنه ليس فصيحا لكنك لن تجد فصيحا جبانا الفصاحة قرينته الشجاعة لأن الجرأة الأدبية شرط أساسي في الفصاحة والجرأة الأدبية هي فرع من فروع الشجاعة وهي التي تعطي للفصيح قوة العارضة بقدر جرأته الأدبية تتجلى قوة عارضته في الكلام وبقدر جرأته الأدبية تظهر سلاسة ألفاظه وجمله كلما كان جريئا بالجرأة الأدبية وكان مستقرا غير ملتفت للذين ينصتون إليه فإنه سيكون قادرا على اختيار ألفاظه واختيار جمله وهو مستقر هادئ ويمتلك قدرة الاختيار والحرية الكاملة كي يختار هذا المضمون ليتحدث عن ويكون ساكتا عن مضمون آخر لا يريد أن يبوح به وإن كان المضمون يضغط عليه يريد الخروج كل هذا يتحقق بسبب الجرأة الأدبية كلما زادت جرأته الأدبية كلما كان أكثر استقرارا وأكثر هدوءا وأكثر سيطرة على ألفاظه وعلى المضامين التي تتدافع في رأسه لكي يخرجها إلى الخارج عبر كلامه وعبر نطقه فقوة عارضته تتناسب مع جرأته الأدبية الحكاية ما هي بحكاية يسيرة نذهب إلى فاصل في نهج البلاغة الشريف صفحة 262 من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان رقم الكلام 234 كلام جميل جدا من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الإمام يتحدث عن طبائع الناس الحديث طويل لكنني سأأخذ مثالين قبل أن أذهب إلى المثال الأخير الذي هو موطن الشاهد كي أقرب لكم الفكرة الأمير يحدثنا عن طبائع الناس عبر بعض مواصفاتهم فمثلا يقول فتام مرواء ناقض العقل فتام الرواء ناقض العقل وماد القامة قصير الهم أمير المؤمنين في كلامه هنا يحدثنا عن طبائع الناس فيقول فتام مرواء ناقض العقل ناقض العقل يعني أن عقله ليس مكتملا ليس هو الأعقل ليس هو الأكمل من هو تام مرواء تام مرواء هو الأكثر جمالا الحديث هنا عن الرجال والنساء على حد سواء فتام مرواء ناقض العقل من مقصود بالضبط من تام مرواء هناك بين الرجال ما يقال له جميل وهناك بين الرجال ما يقال له وسيم الوسيم غير الجميل لكن في بعض الأحيان قد يجتمع الجمال مع الوسامة فالرجل والأمر هو هو بالنسبة للنساء فقد يقال لمرأة من أنها جميلة وقد يقال لمرأة من أنها مثيرة وقد تكون المرأة جميلة ومثيرة في الوقت نفسه ما هو الفارق بين هذه الأوصاف حينما نقول عن الرجل جميل تقاطيع وجهه جميلة التقاطيع جميلة العينان جميلتان مواصفات الجمال فيهما الأنف جميل مواصفات الجمال فيه وهكذا تقاطيع الوجه جميلة ومتناسقة في الوقت نفسه الوسيم هندسة التقاطيع جميلة ليس بالضرورة أن تكون تقاطيعه جميلة قد لا يكون أنفه جميلا قد لا تكون عيناه جميلتين قد لا تكون شفتاه جميلتين لكن هندسة تلك التقاطيع حيث وضعت والمسافات فيما بينها جعلت منه وسيما الوسيم من كانت هندسة تقاطيعه جميلة جميلة والجميل من كان الجمال واضحا في كل تقاطيع وجهه فقد يكون الرجل جميلا لكنه ليس وسيما وقد يكون الرجل وسيما لكنه ليس جميلا وقد يجتمع الجمال مع الوسامة والمعروف عن النساء تميل إلى الوسيم أكثر مما تميل إلى الجميل فالجميل جماله كجمال النساء لا يعني أنه ليس رجلا أبدا لكن جماله أقرب إلى جمال النساء الوسامة هي جمال الرجال ولذا فإن النساء في الأعم الأغلب تميل إلى الوسيم المرأة الجميلة هي التي تقاطيعها جميلة أما المثيرة تقاطيعها ليست جميلة لكن هندسة تقاطيعها جميلة والرجال في الأعم الأغلب يميلون إلى المرأة المثيرة وليس إلى الجميلة في الأعم الأغلب كالنساء تميل إلى الوسيم من الرجال الرجال أيضا يميلون إلى المثيرة من النساء فتام الروا هو الجميل من الرجال وتامة الروا هي الجميلة من النساء مثل ما يرد في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عقول النساء في جماله وجمال الرجال في عقوله القضية نسبية قطعا هذه الأمور نسبية ما هي بقوانين رياضية لا بد أن تنطبق في جميع الحالات هذه قضية نسبية وماد القامة قصير الهم يعني طويل القامة تكون همته قصيرة ليس صبورا فصاحب الهمة لا بد أن يكون صبورا الذي يقال له طويل النفس طويل الهمة ماد القامة طويل القامة هو قصير الهمة وقصر الهمة يترتب ما يترتب عليه الكثير إلى أن يقول الأمير صلوات الله وسلامه عليه وطليق اللسان طليق اللسان طليق اللسان هو الفصيح هو البليغ وطليق اللسان حديد الجنان الجنان هو القلب وطليق اللسان حديد الجنان من هنا قلت لكم من أن الجرأة الأدبية هي فرع من الشجاعة فكلما زادت الجرأة الأدبية عند الفصيح كلما استقر داخليا وكلما أبدع في فصاحته لأنه سيكون مختارا لألفاظه ولمضامينه بهدوء من دون اضطراب وطليق اللسان حديد الجنان امامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مجلس يزيد لما أخذ أسار من كربلاء إلى الشام في ذلك الموقف الرهيب إمامنا السجاد في خطبته وهو يشخص للناس أوصاف محمد وآل محمد يشخص لهم أوصاف الإمام المعصوم فماذا يقول أقرأ عليكم من الجزء الخامس والأربعين من بحار الأنوار للمجلس الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ماذا يقول إمامنا السجاد في ذلك الموقف الحرج أيها أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسب أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة تلاحظون أن الشجاعة جاءت مقارنة للفصاحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين إلى آخر خطبته الشريفة هذه أوصاف المعصومين والإمام في مقام الإيجاز الإمام لم يكن في مقام التطويل كي يحدثهم عن مواصفات المعصومين ذكر لهم المواصفات الأساسية الضرورية في الإمام المعصوم والتي على أساسها يميزون الإمام المعصوم من غيره والإمام أبان لهم فصاحته في خطبته هذه أعطاهم دليلا أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا العلم الإمام جعل العلم وجعل الفصاحة بجانب العلم وقبل قليل قلت لكم من أن فصاحة اللسان تتحدث عن فصاحة المضمون وقلت لكم من أن الفصيحة لا بد أن تكون أفكاره مرتبة ولا بد أن تكون معلوماته منوعة هذا الذي حدثتكم عن اشتقاقات من كلماته أنا حدثتكم عن الفصيح من الناس عموما عن الفصيح من الشيعة الإمام هنا يتحدث عن فصاحتهم هم صلوات الله عليه من هنا حينما حدثتكم عن مواصفات مرجع التقليد بحسب فقه العترة الطاهرة لا بحسب فقه حوزة الطوس الشافعية الفصاحة شرط في مرجع التقليد هي شرط في المعصوم فكيف لا تشترط في مرجع التقليد بحسبه أليس مرجع التقليد مثل ما يدعون من أنه نائب للإمام من أنه يمثل الإمام فكيف يكون متأتئا كيف لا يكون فصيحا لأن فصاحته في لسانه تكشف عن فصاحته في مضمونه عن وضوح رؤيته حينما يكون متأتئا حينما يكون ليس قادرا أن يفصح عن مضمونه هذا يعني أن أفكاره فوضوية أن معلوماته مضطربة ليس مؤهلا أن يمثل محمدا وآل محمد وأنتم تلاحظون أن مراجع حوزة الطوسي إما أن يكون أخرس صاموط لا موت وإما أن يكون فضيحة حينما يتحدى الوحابيون يضحكون على مراجعكم لأنهم مسخرة لأنهم مضحكة من الآخر إذا كانوا يمثلون الأئمة فلا بد أن يتصف بشيء يسير من صفاته نحن لا نطالبهم بفصاحة كفصاحة الإمام المعصود من الذي يصل إلى هذه المنزلة نحن نقول هناك مستوى من الفصاحة لا بد للفقيه الشيعي أن يكون حائزا عليه لكن نا لا نلاحظ شيئا من ذلك لا نلاحظ فصاحة لا في كتابته ولا في نطقه حينما يصدرون البيانات بياناتهم مشحونة بالأخطاء اللغوية والنحوية والبلاغية والعلمية ابتداء من السيستان وانتهاء بأصغر واحد فيه بياناتهم مشحونة بالأخطاء وخطاباتهم كذلك مشحونة بالأخطاء هؤلاء عورات عورات بتمام معنى الكلمة فضيحة من فضائح الشيعة الشيعة صاروا مضحكة عند الوهابيين وعند السنيين صاروا مضحكة بسبب هؤلاء العورات دققوا النظر واعتبروا رأس الإمام الحسين في الطشت ويزيد يضربه بالخزران وأولئك الحضار يريدون أن يأخذ فاطمة بنت الحسين أمتا في تلك الأجواء العقيلة والعائلة الحسينية مهانة في قصر يزيد في تلك الأجواء والإمام السجاد هو الذي ألحى على يزيد أن يصعد على المنبار ويزيد رفض إلى أن ضغط الناس عليه وصعد الإمام على المنبار ماذا بيّن للناس بيّن للناس أن الفصاحة من خصائصهم في ذلك الجو الإمام يتحدث عن الفصاحة إذن ما مدى أهميتها تدبروا تدبروا ما أنتم في كل سنة تسمعون قصة الأربعين وقارئ قصة الأربعين يقرأ هذه الخطبة عليكم أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين هذه أوصاف المعصومين فكيف لا تشترطوا في نوابهم قطعا بحسب نوابهم شرائط مرجع التقليد التي في الرسائل العملية وحق هذا القرآن لم ترد في أحاديث أهل البيت وأتحداكم أن ترشدوني إلى الروايات وحق هذا القرآن أوصاف مرجع التقليد في الرسائل العملية نقلوها نصا عن كتب الشوافع إنها أوصاف القاضي وأوصاف المجتهد أوصاف الفقيه في كتب الشوافع وحق هذا القرآن أوصاف مراجع التقليد في الرسائل العملية لمراجع الشيعة جميعا ما هي بالأوصاف التي يريدها أهل البيت أوصاف مراجع التقليد التي يريدها أهل البيت ليست متوفرة فيهم أول صفة الوفاء ببيعة الغدير وجميع مراجع الشيعة نقضوا بيعة الغدير جميعهم نقضوها في تفسيرهم للقرآن في استنباط عقائده في استنباط الفتاوى أدل دليل على ذلك صفات مرجع التقليد في الرسائل العملية حينما يتحدثون عنها في الكتب الاستدلالية يقولون ما عندنا من دليل عليها إذن من أين جئتم بها؟ عودوا إلى كتب الشوافع ستجدون هذه الأوصافة موجودة في كتب الشوافع في مواصفات القاضي الشرعي وفي مواصفات المجتهد وقد عرضت هذا في برامج جئت بكتب الشوافع وعرضتها على الشاشة الفصاحة من أهم مواصفات مرجع التقليد وكلهم يفتقدون إليها أنتم تقلدون فقهاء شوافع أنتم تقلدون فقهاء بتريين لا علاقة لهم بمنهج محمد وآل محمد هذه مواصفات محمد وآل محمد فأين هي منهم؟ وبعد ذلك يرقعون حالهم أن يكذب على أنبياء الله وهذا يكشف عن جهلهم بالروايات والأحاديث وبالقرآن القرآن بشكل واضح في سورة طاها كما قرأت عليكم من أن الله قد أعطى موسى سؤله وموسى سأل الله أن يخلصه من هذه المشكلة التي في لسانه بسبب ذلك الأمر العارض الذي حدثتكم عنه في أول الحلقة وزال هذا العارض من أول لحظة بدأ تبليغه بدأ وهو الأفصح أفصح من هارون وأفصح من فرعون وأفصح من كل بني إسرائيل وأفصح من كل الفراعنة والأقباط نبي مرسل رسالته تقتضي أن يكون فصيحا وأن يكون الأفصح في الأمة التي يبلغها نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله كان دائما يردد هذه الكلمة أنا أفصح من نطق بالضات ولغة العربي هي التي يقال لها لغة الضات أنا أفصح من نطق بالضات لا بد أن يكون الأفصح هذا مقتضى العقل ومقتضى المنطق ومقتضى القرآن ومقتضى ثقافة العترة كلمة مشهورة لأمير المؤمنين تتناقلها الألسنة على طول التعريخ ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة صورة ممثلة يعني تمثالا صنع من حجر ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة إنه حيوان حيوان مهمل أي أن أهله أهل هذا الحيوان لا يهتمون به كثيرا فتركوه سائبا في الشوارع والطرقات يأكل من المزابل هذا هو الحيوان المهمل البهيمة المهملة هي هذه البهيمة التي تركها أصحابها لأنها ليست مهمة عندهم لم يطعموها لم يوفر لها العلف تركوها تبحث عن علفها في الزوايا والأزقة والشوارع تبحث عن طعامها في المزابل والقاذورات الأمير هو الذي يقول ما الإنسان لو لا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة أو أنه صخرة أو أنه حجر المرء مخبوء تحت لسانه كما يقول سيد الأوصية لا تحت طيلسانه الطيلسان وجمعه طيالسة الطيالسة هي ثياب الملوك والوزراء والقضاة والعلماء والفقهاء هكذا يقولون عنها فثياب العلماء والفقهاء الطيالسة المرء مخبوء تحت لسانه بفصاحته لا تحت طيلسانه لا أن يكبر العمامة وأن يلبس ثيابا كصاية السستان منذ أربعين سنة منذ ثلاثين سنة يضحكون على الشيعة بها المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه وليس بثيابه هذا هو منطق علي أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف هكذا يقول صفحة ميتين وواحد وستين من الطبعة نفسها رقم كلامه ميتين وثلاثة وثلاثين أمير المؤمنين يقول ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان بضعة يعني قطعة من الإنسان ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان فلا يسعده القول إذا امتنع إذا امتنع في داخل الإنسان لأن اللسان وسيلة شكل الفصاحة في داخل الإنسان مثل ما حدثتكم عن الأفكار المرتبة عن المعلومات المنوعة عن حضور البديهة عن المعرفة بأساليب التعبير عن الخزانة اللغوية كل هذا في داخل الإنسان هذا هو الذي يشكل الفصاحة ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان فلا يسعده القول إذا امتنع إذا امتنع في داخل الإنسان لا يستطيع أن يقول اللسان شيئا فصيحا ولا يمهله النطق إذا اتسع أما إذا كان صاحب اللسان كثير العلم مرتب الأفكار عارفا بأساليب الكلام فإن اللسان سيكون وسيلة سريعة للبيان ولا يمهله النطق إذا اتسع وإن يتحدث عن محمد وآل محمد المعصومين وإن لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه تنشبت عروقه ذهبت إلى الأعماق وعلينا تهدلت غصونه فعروق أشجار الفصاحة تنشبت فيهم ونمت حتى تهدلت غصونها عليهم أية أية بلاغة يقولون يقولون من أنهم نواب عنك يا أمير المؤمنين هؤلاء لا يحسنون أن يتكلموا سطرين صحيحين من الكلام يضحكون علينا يا أمير الكلام لقد ضحكوا على أشدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون علينا ذول أهل الحلوق الفاهية ذول الخرطي الذين يقالوا لهم من أنهم نواب صح بالزمان إحلوق فاهية وعقول شيطانية وجهالة على حقارة كل الأوصاف القبيحة قد اجتمعت فيهم ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان فلا يسعده القول إذا امتنع ولا يمهله النطق إذا اتسع وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصوله نذهب إلى فاصل عن الحكم بن عيينة قال لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا قال بلى قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا أعتقد أن أمورا صارت واضحة لديكم أولا ما ينسب إلى موسى النبي من عدم قدرة على النطق عرفتم حقيقته من أول لحظة من لحظات التبليغ كان موسى هو الأفصح فهؤلاء أولا هم جهال هؤلاء حمير تلومونني إذا قلت عنهم حمير القرآن يصفهم بهذا القرآن في سورة الجمعة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار وهؤلاء حملوا القرآن والقرآن أعظم من التوراة هذا يعني أن استحمارهم يكون أكثر من استحمار الذين ذكروا في سورة الجمعة فلماذا ترفضون وصفي لهم بأنهم حمير هذا القرآن هكذا يقول تخلقوا بأخلاق الله هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله هذه أخلاق الله في قرآن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يفقهوها ولم يعملوا بها كيف يعملون بها وهم لم يفقهوها لم يعرفوها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار هؤلاء مراجعكم الذين يستدلون بحالة موسى على عدم فصاحتهم لا يفقهون القرآن لو كانوا يفقهون القرآن لما ذكروا هذا الكلام أو أنهم يفقهون القرآن ولكنهم يضحكون عليكم لكنني أعتقد أنهم لا يفقهون القرآن ويضحكون عليكم أيضا في الوقت نفسه أنا أسأل المعممين كثير منهم حينما يبدأون حديثهم يقرؤون الآيات من سورة طه رب اشرح لي صدري إلى بقية الآيات البعض منهم يقرؤها بشكل خاطئ من البداية هو يقرأ هذه الآيات بشكل خاطئ والبعض منهم يقرؤها بشكل صحيح لكن ما إن يكمل الآيات إلا ويقوم يسرجن يسرجن السرجين أو السرقين فضلات الأبقار فضلات الجاموس فضلات الأبقار والثيران والجواميس يقال لها السرجين أو السرقين إيه سرجن بعد المعنى واضح هذا تعبير شعبي عراقي البعض منهم كما قلت لكم يقرأ الآيات هو من البداية يقرأها بشكل خاطئ والبعض منهم يقرأها وبعد ذلك يبدأ الأغاي سرجن إيه مسلت إيه سربت إيه هرمل قولوا ما شئت من هذه التعابير الشعبية العراقية الأغبار يعتقد أنه إذا قرأ الآيات سيكون فصيحا فموسى قرأها وما صاره فصيحا وإنت الأثول تقرأ الآيات وتصير فصيح أثول الآيات واضحة من أن الله آت موسى سؤله أوتيت سؤلك يا موسى فموسى فموسى هو الأفصح من أول ثانية من ثواني تبليغه لرسالته هذه النقطة الأولى ويتكشف عن جهل أصحاب العماء وعن غبائه وعن عدم معرفتهم بأحاديث العترة الطاهرة وسيرة الأنبياء وعن عدم معرفتهم بحقائق القرآن وتفاصيل ما ورد فيه هذه نقطة النقطة الأخرى أيضا الفصاحة صفة أساسية ومهمة في العالم الشيعي بإمكانكم أن تعرفوا المرجع الذي تقلدونه من خلال فصاحته إذا كان أخرس لا يتكلّم لا يجوز تقليده هذه صفات المعصوم إمامنا السجاد يبلغ بها في قصر يزيد فأيّة أهمية لهذه الصفات هم يقولون رسول الرجل عقل الرجل من أين تعرف عقل الرجل من رسوله من الذي يمثله من الذي ينوب عنه الذي ينوب عن محمد وآل محمد لابد أن يكون فصيحا هذا الكلام ينطبق على أحمد إسماعيل الذي يقول عنه أتباعه من أنه رسول الإمام الحجة إلى الشيعة فهل رسول الإمام الحجة إلى الشيعة لا يكون فصيحا لا يكون بليغا لا يحسن قراءة القرآن ما هذا الهراء بل ما هذا الضراط يا أيها الشيعة إلى متى تبقون هكذا تبقون مضحكة تبقون مسخرة الإمام السجاد ذكر أوصافا أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين بعض بعض الأوصاف لا نستطيع أن نتلمسها في العالم يشترط في العالم أن يكون بحرا من العلم أتحدث عن علم الكتاب وعلم العترة وحديث العترة أعرف منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا بسعة علمهم في قرآنهم بسعة علمهم بسعة علم فقهاء العترة بقرآن العترة المفسر بتفسير العترة وبحديث العترة المفهم بقواعد تفهيم العترة العلم الحلم السماحة قد لا يستطيع الإنسان أن يتلمسها لأنها في باطن الإنسان وحتى الشجاعة إذا لم يكن هناك من ميدان تتجلى فيه الشجاعة فإننا لا نستطيع أن نشخص الشجاعة في الأشخاص لكن الفصاحة صفة ظاهرة الإمام حينما يتحدث عن الفصاحة فهو لا يتحدث عن شخص فصيح ساكت إنه يتحدث عن شخص فصيح تظهر فصاحته على لسانه وفصاحة اللسان تكشف عن فصاحة المضمون إذن هذه القضية بإمكانكم على أساسها أن تشخصوا المرجع الذي تقلدونه هل هو فصيح ما الدليل على فصاحته لا تسأل المعممين الأغبياء الذين هم أيضا ليسوا فصحاء فكيف يميزون الفصاحة لا حاجة إذن لأهل الخبرة هم حمير بال حمار فبالت أحمرة كما يقول العرب بال حمار فبالت أحمرة ميزوا الفصاحة أنتم بأنفسكم هذه ميزة واضحة في المرجع الذي يريده أهل البيت أما هذا شيطان الأخرس وذلك المتأتئ وهذا المعتعت وهذا الذي يحر يعرف بما لا يعرف من آيات الله العظمى هؤلاء لا يمثلون بقية الله ولا يمثلون محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمحي أعتقد أن الأمور واضحة واضحة جدا حديثي من قرآنهم المفسر بتفسيرهم حديثي من رواياتهم وأحاديثهم من نهج البلاغة من تفسير القمو من خطبة إمامنا السجاد في قصر يزيد حديثي من كلمات أمير المؤمنين التي يعرفها القاصي والداني حديثي بلغة العرب الواضحة حديثي بمنطق الذوق والعقل حديثي عن واقع سيء وعن واقع تافه إنه واقع حوزة النجف وكربلا إنه واقع مراجعها البتريين السفهاء هذا هو واقعنا مراجعها مراجعها مراجعها